قولوا لي العميد محمود القاضي مسؤول القطكم الأمنية للنهائي بكرة ستة عميد مساء الخير يا فن أهلاً كابتن سيف أهلاً بحضرتك وأهلاً بساد المشاهدين إزاك يا فندم أخبار حضرتك كله تمام؟ الله يخليه كل سنة وحرك طيب والمشاهدين بخير ورمضان كريم الله أكرم يا فندم تشرف بوجود حضرتك معنا أهلاً بحضرتك التعليمات بكرة يا فندم والتأمين والخطوات إن شاء الله طبعاً زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة إلى أن بكرة طبعاً مباراة نهائي الكأس مصر وطرفها نادي الأهلي ونادي برامدز المباراة إن شاء الله في تمام التساعة والربع بداية فتح الأبواب واستقبال الجماهير أعتباراً من الساعة الخامسة الأطقم الشركة الإفريقية هتكون متواجدة على جميع أبواب الاستاد في استقبال الجماهير ممكن نتكلم على خطة دخول الجماهير للاستاد طبعاً إحنا عندنا جمهور النادي الأهلي وده مخصص للدرجة الثالثة شمال والباب المخصص لدخول الجماهير للدرجة الثالثة شمال هو باب صلاح سالم باب الاستاد البحري ومنه مباشرة إلى أبواب الترنستايل ومن خلالها إلى مدرج الدرجة الثالثة شمال ومخصص أيضاً لجماهير النادي الأهلي الدرجة الأولى شمال والمقصورة الرئيسية فاللي مع تذكرة درجة أولى شمال أو مقصورة هيتوجه للدخول من خلال باب الرشدان ومنه مباشرة إلى المقصورة أو للدرجة الأولى شمال أما بالنسبة لجماهير نادي بيرامدز وده مخصص لها الدرجة الثالثة يمين اللي هو مخصص لي دخوله من خلال باب طريق النصر باب النصر ده حضرتك الباب اللي هو بجوار رسور نادي الظهور ومن خلال باب النصر هيتوجه منه إلى أبواب التيرن ستايل ثم إلى مدرج الدرجة الثالثة يمين ومخصص أيضاً لجماهير نادي بيرامدز اللي حاجز تذاكر الدرجة الأولى يمين أو المقصورة وده هيدخل من خلال باب الرشدان حضرتك يا فنم قلت أن الباب هيفتح الساعة خمسة هيفل الساعة كام؟ الفتح الأبواب الساعة خمسة وغلق الأبواب حتى قبيل المباراة يعني المفروض أن غلق الأبواب قبل بداية المباراة بساعة يعني إن شاء الله هنستقبل الجمهير حتى قبيل المباراة ما فيش حد يخش يا فنم غير تذكرة مع فان آي دي الفان آي دي والتذكرة بالإضافة إلى طبعاً لو في ممنوعات المسموح به أو الممنوع دخوله طبعاً توقيت المباراة هيبقى فتح الأبواب الساعة خمسة وده معناه إن وقت الإفطار هيبقى أثناء دخول الجماهير وده اللي هيخلينا نقول إن جميع المأكلات أو المشروبات مصرح بدخولها إن شاء الله من أبواب الأستاذ بس بشرط كابتن سيف فضل فان الشرط هو إن المأكلات دي تكون محفوظة في أطباق بلاستيكية أو أطباق فل أو الأطباق الفويل اللي هي الأطباق الخفيفة اللي ما يعادش استخدامها أو إلقاءها على أرض الملعب أو الجماهير طبعاً لسلامة المشجين وكذلك المشروبات أي مشروبات هتبقى فيه معلبات بلاستيكية أو كارتونية خفيفة يسمح بدخولها ولكن بعد يعني سحب الغطاء بتاعها عشان برضو ما يعادش استخدامها آه مفيش كانز والحاجات دي يعني هنتكلم على اللي مش مسموح يدخل الاستاذ أول حاجة طبعاً الشعلات الحرارية اللي هي الشماريخ دي طبعاً ممنوعة ممنوعة دخولها لو فيه أقلام ليزر أو أي حاجة بتسبب بالتشويش على اللعيبة في أرض الملعب فيه عندنا الأسلاك الكهربائية والبطاريات الشحن اللي هي الباوربانك والأسلاك بتاع الاندفري السمعات كل الأشياء اللي فيها شواحن أو بطاريات شحنة أو أسلاك دي طبعاً ممنوع دخولها آه بعض المعلبات اللي هي بتاعة العطور البرفيوم ومزيد العرق دي بتبقى متواجدة مع الأنسات والسيدات في شوناتها خلي بالك ممنوع دخولها وممنوع آه يعني مفيش أماكن لاستلام أمنات على الأبواب يعني في بعض السادة يعني اللي هيتاخد هيترمي مش هيتاخد أنا مش هاخد منه حاجة أنا أطلب منه إن هو يرجعها فبعد ما بيقف في الصف طويل ويعدي من خلال شركة تسكرتي ويوصل عشان نقط الفرز فبتلاقي معاه حاجة أو يسيبها ويخش لا مش هيسيبها مش هاخدها منه فهو بيضطر إن هو يرجعها لأن أنا مش هستلم منه أمنات آه فبيضطر يرجع طيب الحاجات دي أحيانا أنا كابتن سيب بتبقى حاجات غالية وسمينة فأنا بنصح المشاهدين إن لو أنت جايب معاك بواربانك أو جايب معاك حاجة غالية سيبها في العربية وتعالها من غير مفهومة الحاجات التانية الممنوعة بعض المواد الدعائية واللفتات الإعلانية اللي ممكن تكون نسيئة أو تحمل أي حاجة سياسية أو لفتات فيها أي مادة خادشة أي حاجة برى الكورة يعني وبرى التشجيع مش هي يعني مش مصرح بدخل تماما دي كده باختصار قائمة الممنوعات أو المسلوحات وخطة دخول الجماهير أرض الملعب ونتمنها إن شاء الله يعني مباراة طليق بصمعة الكورة المصرية وإحنا كابتن سيف بنبني كل مباراة على المباراة اللي بعدها زيادة في وعي الجماهير اللي بيؤدي بعد كده لزيادة في الأعداد اللي هيرجع الكورة المصرية لصابق عهدها لأن طبعا حضرتك بتنادي من خلال المنبر الإعلامي بتاعك دوما إن لازم يكون الجماهير موجودة فإحنا بننتهز الفرصة في المباريات الكبيرة اللي زي كده وبنشد الجماهير بالوعي والالتزام الحقيقة الحقيقة أنتو بتعملوا اللي عليكم والجمهور بيقدم كمان أوراعة امادة كل مباراة يعني المباراة اللي فاتت كانت التزام كبير بكرا إن شاء الله بإذن الله بلتزام كبير حضرتكم عاملين الحقيقة تنظيم وشغل رائع جدا وإن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى لكم السلامة ونتمنى أفضل وأفضل وأفضل شكرا كابتن سيف بشكرك يا فندم شكرا جزيلا من العميد محمود القاضي المسؤول عن الأفراد في الشركة الأفريقية وبكرا إن شاء الله بإذن الله